المحتوى العربي على شبكة الانترنت وتوفير الفرص للاطلاع على احدث اصدارات العالم في العلوم والمعرفة من قبل الجمهور العربي كان الهدف الاساس لانطلاق المشروع العراقي للترجمة عام 2013 الذي تبناه مجموعة من الشباب في عمل تطوعي واسع انطلق من بغداد كموقع على الانترنت الى ان اتسع اليوم واصبح يضم اعضاء من سوريا ومصر ولبنان والاردن وتونس والجزائر والمغرب فضلا عن اعضاء في بلدان اوروبية مختلفة ومنها فنلندا حيث يقيم احد مديري المشروع والذي اصبح اليوم موقع ارتاده الالاف شهريا وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجلة الكترونية وفريق يعمل يجري الحوارات مع اهم علماء العالم وترجمة الحوارات ونشرها على اليوتيوب لتكون متاحة للباحثين وطلبة الدراسات العليا ومحبي القراءة كما انه يوفر فرصة التدريب للمترجمين المتخرجين حديثا احنا منعتمد على حصرية المعلومة احنا معلومتنا يعني في كثير من الاحيان نحاول انه تكون جديدة باللغة العربية احنا ما نريد انكار اشياء هي متاجمة سابقين لذلك انت اذا تبحث عن بعض المواضيع جوز تلقي نتيجتين باللغة العربية فاحنا معتمدين على هذا المجال انه الباحث يوصل لنا عن طيق جوجل الباحث من يكتب كلمة معينة ما موجود نتائجه باللغة العربية هوية ممكن يحيله الى موقعنا يعمل في المشروع ما بين الخمسين الى ستين مترجم تمكن من ترجمة آلاف المقالات البحثية وعشرات الافلام الوثائقية والكتب العلمية والمقابلات التلفزيونية عن اللغتين الانجليزية والفرنسية وتركز الترجمات على العلوم الصرفة مثل الفيزياء والرياضيات فضلا عن الفلسفة والسياسة والاجتماع والفلك وعلم الجينات وغيرها ويقول القائمون عليه ان اللغة العربية تعد الافقر في المحتوى على شبكة الانترنت بالعالم خصوصا اذا قورنت باللغة الفنلندية التي يتحدثها 5 ملايين تقريبا من حيث الترجمات الحديثة واعدادها لذا يسعى المتطوعون في المشروع الى تقديم احدث المعلومات لرواد الموقع من خلال ترجمة المطبوعات واجراء الحوارات مع اشهر العلماء والباحثين امثال العالم البيولوجي الامريكي نيل شوپين او الفيلسوف الالماني توماس ميتزينغا على المستوى المحلي حصل المشروع العراقي للترجمة على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الثقافة العراقية كما حصل على دعم البنك المركزي العراقي ضمن مبادرة التمكين وترجم كتاب العاب علمية لطلبة الثانوية لقى رواجا كبيرا كما يقوم المشروع بشكل شبه يومي بترجمة كل الاخبار التي تنشر في امهات الصحف العالمية ومراكز البحوث والدراسات التي تتناول الشأن العراقي او تتحدث عن الشخصيات السياسية العراقية وموقف هذه الدول منها طبعا الهدف هو بالتحديد هو القائل العراقي القائل العراقي يطلع على كيف ينظر اليك الغاب وكيف تنظر اليك الصحافة العالمية وكذلك هو انا اعتبر شيء جيد للمسؤول العراقي ايضا انه يطلع على هاي انه ما يضع يكتب بالصحافة شون ينظرون مراكز الابحاث السياسية خصوصا احنا نعرف انه مثلا في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال مراكز البحث تكون مسؤولة عن سياسات هاي الدول السياسات الولايات المتحدة تجاه الدول فكلش مهم انه المسؤول العراقي يطلع على مراكز الابحاث ماذا تقول عن العراق الصحافة كيف تتناول الشخصيات العراقية مثلا رئيس وزاء ما هي صورته رئيس العراقي كيف الصحافة تتناول الاحتجاجات المظاهرات في العراق ونشط المشروع العراقي للترجمة في الآوينة الاخيرة بعمل توعوي استهدف الناطقين بالعربية ركز على دحض الاشاعات ونظريات المؤامرة ومحاولات تقديم وجود كورونا فيروس وتقديم معلومة صحيحة من مصادر رصينة بمساعدة اطباء واخصائيين هذا الامر يدعو الى استمرار هذا المشروع والتشجيع على دعمه امجل طليع العراقية الاخبارية هليسينكي